وصى جدل عن توغل المنتجات التركية في تونس. دع عدد من نشاط مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة البضائع التركية التي غزت الأسواق التونسية. لاقت الحملة صدا على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد أعلنت الفنانة التونسية المعروفة ليلى طوبال عبر صبحتها الرسمية على فيسبوك عن مقاطعتها لجميع البضائع التركية. كاتبة في تدوينة أقاطع كل البضائع التركية حتى وإن كانت ماء الحياة. وعدد النشاطات أبرز المنتجات التي تستوردها تونس من تركيا. وهي الأدوات المنزلية والبلاستيكية ولعب الأطفال أيضا. الملابس التركية راجت كثيرا في تونس. ويقول النشاطاء أن هذا يعود إلى رواج المسلسلات الدرامية التركية. ومحاولة التونسيين التعرف من خلالها على الموضع. هذه طبعا إحدى الإعلانات لمسلسل حريم السلطان التي اشتهرت في العالم العربي. في السنة الفائتة أغلقت أبواب العديد من مصانع النسيج والثياب الجاهزة. وذلك بسبب غزو المنتجات التركية للسوق التونسية. وسط هذه الدعوات المقاطعة صرح وزير التجارة التونسي. عمر الباهي لراديو مد أفأم يقول أنه ليس مع مقاطعة البضاعة التركية. بل مع تشجيع استهلاك البضاعة التونسية. نتابع ما قاله. نستهلك المنتج التونسي ما غير ما يقوله نقاطع هذا. ما غير ما تقاطع حد شيء ما تشهرش. أنتي استهلك التونسي استهلك المنتج التونسي. وهذه حملة لازم نقوم بها العبيد كله. مهم كان الثباب برشة نعرف هنا مع أنتها جمعيات من الشمع المدني. قاعدة تمشي في الحملة هذه متاع. نستهلك التونسي ونستهلك البرودي التونسي. هذا مهم جدا وهذا اللي نزم نمشو فيه أكثر. ونستهلك المنتج التونسي ونشجع المنتج التونسي ونشجع المنتج التونسي. طبعا على فيسبوك امتلأت صفحات المنشطاء التونسيين بصور وآراء منها مؤيدة وأخرى. معترضة على تلك الحملة فقد تساءل عادل بليحيا يقول. دعوات مقاطعة البضاعة التركية هل هي فعلا حملة لتشجيع المنتج التونسي؟ أم هي حملة قائمة على دوافع آيديولوجية صرفة؟ إذا كانت فعلا تشجيع للمنتج التونسي لماذا تم استهداف البضائع التركية بالذات؟ والحال أن البضائع الصينية والأوروبية تغرق الأسواق التونسية. تقول نجلاء بس بس تقول في تغريدتها مقاطعة البضاعة التركية واجب وطني مقدس البضاعة التونسية أولا. الإعلامي التونسي مختار الخلفاوي أدل برأيه بخصوص حملة مقاطعة البضاعة التركية لراديو شمس أف أم. فنستمع على رأيه. المقاطعة هي سلاح مواطني. سلاح شعبي سلاح متقدم وهكذا الشعوب تمارس حريتها بعيدة على السوق وبعيدة على أنها تكون داخلة في دولاب متنجمش تتغير فيه إلا بهذه الإرادة البسيطة وهي أنها تقاطع مادة غير أساسية غير مطلوبة غير ما عندهاش ضرورة أنها تكون موجودة لأنه عندنا صناعة كيفها. بمعنى أن المقاطعة سلاح شعبي مهم جدا سواء في الحويض التجارية كما هكذا أو كما المقاطعة التي تعملها الشعوب أحيانا ضد مثلا الميزة العنصري كما قلنا قبل على جنوب أفريقيا أو الكيان الصهيوني. يعني هي الأسلحة متاع المقاطعة أسلحة جيدة. ولكن ليست مقصورة على تركيا. أنا مثلا حملة مقاطعة البذائع التركية معها هذه الحملة ومع غيرها أيضا.